اشتركوا في القناة وزير شؤون الشباب والرياضة وذلك بمناسبة ثقة الملكية السامية بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة وخلال استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة ثقة الملكية السامية من لدن جلالته بتعيينه رئيساً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة معاهدا جلالة الملك المفدى باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الأعلى للشباب والرياضة ببذل كل الجهود في سبيل مواصلة مسيرة دعم الحركة الشبابية والرياضية والتي بدأها جلالة الملك أيده الله وتحقيق العديد من الإنجازات المشرفة في عصرها الذهبي وصولا إلى تقديم الخطط والبرامج التي تجعل من الرياضة البحرينية صناعة تسهم في رفع اسم البحرين عاليا واستمع حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى شرح من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن توجهات المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الفترة المقبلة واستراتيجيته تجاه تحقيق التطور التصعدي للقطاعين الشبابي والرياضي حيث بارك جلالته التوجه المقبل للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ومبادرات التحديث والتطوير المميزة التي تقدم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والتي ستحقق الارتقاء للقطاعين الشبابي والرياضي وضمان تحقيقهما للمزيد من الإنجازات في مختلف الأصعدة لتؤكد وتثبت بأن البحرين سباقة في ريادتها نحو تحقيق الانتصارات وأشهد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بخطة العمل للمرحلة القادمة والرامية إلى الارتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي موجها جلالته إلى عقد اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لمناقشة الخطة ووضع الأطر التنفيذية لها والبدء بعملية التنفيذ وتجسيدها للوصول إلى طموحات منتسبي القطاعين الشبابي والرياضي ولتكون البحرين عاصمة للشباب والرياضة وفي تصريح له بهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ثقة جلالته السامية بتعييده رئيسا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وقال سمو أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير إلى مقام جلالة الملك المفدى باسمه ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذين نالوا ثقة جلالة الملك لنواصل مسيرة العطاء والبناء في هذا الوطن تحت راية جلالته ولنكمل مسيرة الخير للحركة الشبابية والرياضية والتي حققت في عهد جلالة الملك العديد من الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة وأضاف سموه أن جلالة الملك وجه وزير شؤون الشباب والرياضة لإيجاد السبل وإنهاء كافة الملفات المالية العالقة والعمل نحو تحقيق المزيد من النجاحات للأندية الوطنية وتابع سموه لقد حققت الحركة الشبابية والرياضية في المملكة إنجازات بارزة على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي وجاءت هذه الإنجازات نتاجاً حقيقياً لدعم جلالته ورؤيته الحكيمة والتي مكنت القطاعين الشبابي والرياضي من تحقيق نقلة نوعية بارزة ساهمت في الوصول إلى إنجازات نوعية باهرة على مختلف الأصعدة أكدت مكانة البحرين وريادتها على مختلف الأصعدة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن المرحلة المقبلة ستمثل مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الشبابية والرياضية وسيتم التركيز من خلالها على الاستراتيجية الجديدة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي حظيت بمباركة سامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وسيعمل المجلس على تنفيذها بصورة متميزة باعتبارها تمثل خارطة الطريق نحو الارتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي وعهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة جلالة الملك المفدى بالعمل الجاد والمخلص لدعم مسيرة الحركة الشبابية والرياضية وتقديم الخطط والبرامج التي تتناسب مع رؤية جلالته في تطوير كافة منظومة العمل في قطاعي الشباب والرياضة لواصل منتسبو الشباب والرياضة تحقيق الإنجازات ولتصبح البحرين قبلة لاحتضان مختلف البطولات والملتقيات الرياضية